بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي وأحبابي طلاب وطالبات السنوات العامة علم علوم أهلا بكم على تلفزيون جديدة اليوم السابق معكم مستر محمد المصري معلم خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم بنكمل معاكم النهاردة الحلقة رقم 3 من حلقات المراجعة النهائية لمادة الأحياء قلنا في الحلقات اللي فاتت احنا بنراجع الأحياء بمجموعة من الأسئلة الغرض من المراجعة دي اننا أضرب دماغك ازاي تعرف تفكر في الإجابة والغرض مش من المراجعة أنا أقول لك أسئلة دي جاي في الامتحان لا 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 طبعا ما عادش ده ده في النظام القديم النظام الجديد انت هتفاجأ بأسئلة جديدة مش موجودة في أي كتاب خارجي ولا موجودة على حتى اللي جات في الامتحانات السنوات اللي فاتت لكن هتيجي على نفس النمط ومن محتوى كتاب المدرسة هذا ما نصت عليه الوزارة ونص عليه اللي هو المركز أو قاله المركز القوم الوضع الامتحان معنا الأسئلة دي بنعلم تفكر ازاي وتوصل للإجابة ازاي وأسئلة معتمدة من المركز القومي هنحلها مع بعض ونشوف ممكن نلاقي فكرة زيها لكن نفس السؤال ده يعني صعب شوي تعالوا نشوف الكلام ده بقى نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال من الأسئلة الرسومات البيانية اللي بتعتمد ان انت تفكر وتدكك وتوصل للإجابة بنفسك ادرس الرسم البياني المقابل ده أول سؤال في حلقتنا النهاردة ادرس الرسم الباني المقابل جيدا ثم أذكر العمليات التي تمت من النقطة ألف إلى باق ثم من باق إلى جين هنا بقى نشوف الاختيارات الاختيارات هتحدد معاي انقسام ميوزي ثم تولد بيكري في نحل العسل انقسام ميتوزي ثم تولد بيكري في نجم البحر انقسام ميوزي ثم إخصاف الإنسان انقسام ميوزي ثم تولد بيكري في حشرة المان هنا جماعة أنا عندي توق اتنين نون نزل التنون يبقى هنا معنى من ألف إلى بيكري حدث انقسام ميوزي وبعدين من بيه ليجيهم رجع التاني يبقى حدث اخصاب يبقى كيد ده انقسام ميوزي من ألف إلى بيه من بيه ليجيب حدث اخصاب وده يكون فين في الإنسان يبقى الإجابة جين ده أول سؤال تعالوا نشوف سؤال كمان الشك البياني المقابل يمثل نتائج التحليل البيوكيميائي لبعض المركبات والعضوية درسوا جيدا ثم أجب ما الرمز المعبر عن نتيجة التحليل البيوكيميائي العدد العناصر المختلفة المكونة لجزيئات السكر الموجودة في نصف لفة لجزيئ دي إنيه هنا بقى السؤال سؤال كبير الغرض منه ان هو يشوش على الطالب ان هو يتشغل بقراءة رأس السؤال وينسى ان هو يطلع مفاتيح الإجابة كل على فكرة كل سؤال بيبقى فيه كلمة مفتحية الكلمة المفتحية هي الدلالة ان الرسم البياني ده بيعبر عن العناصر المختلفة المكونة لجزيئات السكر اللي بتدخل في تكوين لفات نصف لفة عشر لفات للدلالة مش هتفرق معايا عدد اللفات هو جزيئ السكر اللي بدخل في الدلالة سكر ايه يا شباب سكر ديوكسي ريبوز سيغطه الكيمياء سي خمسة اتش عشر او اربعة يعني عدد زرات الهيدروجين بيكون ضاعف عدد زرات الكربون بص بقى عندك هو مديلك ان السي باللازرق اله بالاحمر هو الاكسوجين بالابيض تمام او بالاصفر فلو انت بصت كويس وتأملت هتشوف مين اللي فيها الهيدروجين ضاعف الكربون لو بصت لأيه هتلاقي اه السي متين طب وال اله اسف متين اللي هو الاحمر السي مية وخمسين يبقى مهيش الهيدروجين مهيش ضاعف مين الكربون يبقى هستبعد ايه تعالوا بسرعة البي هتلاقي ان بي الهيدروجين اللي هو اله الاحمر كام مية وعندي كمان السي الكربون الازرق خمسين ولو بصت لأصفر او الابيض اللي هو الاكسوجين هتلاقي ان هو اقل من الهيدروجين بحاجة بسيطة يبقى دا هينطبق على السيغة الكيميائية سي فايف اتش تين او فور يبقى هتكون عندي الاجابة بي هي الاجابة الصحيح برافو عليك يا شباب ركز بقى معايا ووراقتك وقلمك وعتنساها اجرب سرعة هاتها مستنيك اهو هه سؤال بقى جديد تحتوب لازمة دام احد الاشخاص على التركيب واحد اتنين ثلاثة كما في الاشكال المقابلة اي من البكتيريا المقابلة هي الاخطر على هذا الشخص عنده تعرضه لجرح قاطع بالجلد الام ولا الان ولا الاو ولا البي بص يا جماعة انا عندي واحد دا جسم مضاد اتنين جسم مضاد من نوع اخر تلاتة جسم مضاد تاني وعندي دي بكتيريات اللي رمز لها بالحروف الان والام والاو والبي طيب مين اللي هو الانتجين اللي موجود على سطح بكتيريا لا يتطابق شكله مع شكل الجزء المتغير في الاجسام المضادة التلاتة بص كويس هتلاقيها مايش متطابقة عندي مش متطابقة معاهم ان يبقى اكيد الاجابة باء سؤال بسيط وسهل تمام يا مستر نشوف سؤال كمان بقى وده سؤال جديد وعندنا السؤال دا مهم لان فيه فكرة جديدة خالص اول مرة تشوفها ان شاء الله الشكل يوضح تكنية اطفال الانبيب اللي هي بينكو سين التلقيح والاخصاب خارج الراحة علما بانه لم يحدث اخصاب حتى هذه اللحظة خلي بالك خلي بالك انا بقول للطلبة رأس السؤال اهم من رأسك ايوة مش قصدي كده قصدي ان هي اهم من رأسك هتوجه رأسك هتفكر فين ركز معايا يا ابني علما بانه لم يحدث اخصاب حتى هذه اللحظة دقق في الشكل جيدا ثم اختر الاجابة الصحيحة عدد جزئات ديني داخل الانبوبة بالنسبة لعدد الخلال الجنسية بص بقى كده 92 الى 4 92 الى 3 115 الى 4 138 الى 4 ايه السؤال ده مصد هو كده انا عندي كم خليها جسدي جنسية بص في الانبوبة هتلاقي عندي اربعة تمام ثلاث حيونات منوية بوايضا طب بص بقى لكمية او عدد جزئات الدي اني لها كمية الدي اني ايه هنا عندي ثلاث حيونات منوية ها معايا خليك معايا هنا ثلاث حيونات منوية حال المنوي فيه كم كرموسوم فيه 23 كرموسوم طب فيه كم جزئ دي ايه فيه 23 جزئ دي ايه يبقى كمية الدين في التلاتة يبقى 3 في 23 ب69 تمام طيب بص بقى اللي عندك البوايضة دي دي بوايضة ولا خلالة بيضاء ثانوية ها اتأملت ارجع لرأس السؤال رأس السؤال بيقولك ايه علما بانه لم يحدث اخصاب حتى يزيل لحظة يبقى اللي قدامك دي خلالة بيضاء ثانوية الخلالة بيضاء الثانوية فيها كم كرموسوم فيها 23 كرموسوم فيها كم جزئ دي ايه فيها 46 جزئ دي ايه يبقى احنا قلنا هناك 69 جزئ دي ايه في التلاتة حالات منوية والخلالة بيضاء الثانوية اللي قدامك دي فيها 46 يبقى 46 وتسعة وستين يبقى مجموعهم 115 يبقى 115 الاربعة والسؤال ده سؤال جديد وسؤال مهم يبقى تكوني الاجابة جيم ده سؤال بقى مقالي ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبة للرسم البياني المقابل فسر اجابة مش عاوزين اكتر من اجابة في سطر واحد مش تكتبش كتير الاسئلة المقالية مش هتحتمل اجابات طويلة هنا هنبص كويس للرسم انا عندي كمية البرجسترون والزمن بالايام الزمن مع مرور الزمن بيزيد البرجسترون زاد من بعد اليوم اللي 14 وعدى اليوم 28 من بدء الطمس يبقى ايه اللي استنتاجناها استنتاج ان السيدة دي حامل وحامل ليا مصطر لان زاد البرجسترون من بعد اليوم اللي 14 من بعد التبويض وعدى اليوم 28 من بعد انطاء الطمس يبقى في الحالة دي الست دي حامل نبقى انجاوب عليه انس حامل بسبب زادة تركيز هرموني البرجسترون بعد مرور اليوم 28 من بدء مين الطمس تمام سؤال بقى ليس لجزئات جديد سؤال جديد ليس لجزئات التي ار ايه دور في بناء مادة الهيموجلوبين انزيم البيبسين هرمون التستسترون الاجسام المضاد مادة ليس لجزئات التي ار ايه في بناء مين اكيد سؤال مباشر وسهل هتجاوب عليها تقول لي بسرعة مصطر هرمون التستسترون ايوة لان هرمون التستسترون من الهرمونات الاستيرويدية من الهرمونات الاستيرويدية يعني بتتكون من احماض ضهنية يبقى في الحالة دي التي ار ايه مهوش بروتين يبقى التي ار ايه يشترك في تصنيعه ازاي يبقى الاجابة جيم تمام افضل صور التكاثر بالنسبة للتكايف مع ظروف بي ايه غير مناسبة التجدد والتبارعم التجدد لاجنسي والتبارعم لاجنسي وبيعتمد على انقسام الميتوزي ما ينفعش التبارعم والتجارسم التجارسم للتكايف اه بيبقى عندي محاط بجدار سميك بس التبارعم مش افضل صور للتكايف التجارسم الاقتراني التولد البكر وزراعة الانسجة لو بسطل السؤال السؤال ده سؤال فيه نوع من التمويه والتشويش على دماغك سهل ممتنع لو بسط هلأيه الاجابة عندي جيم التجارسم لان التجارسم ده افضل صور التكاثر الجنسي لان بيبقى ان بتكون الخلال الجرسمة محاطة بجدار سميك لحمايةها من الظروف الغير مناسبة ان الصياتو بلازمي كمية قليلة من الماء فبتنتشر لمسافات بعيدة وسرعة الانتاج لان مجرد سقوط الجرسمة تمتص الماء يبقى ده بيتحمل ظروف غير مناسبة عشان الجدار السميك والاقتران اصلا الاقتران صورة من صور التكاثر الجنسي تحدث في الظروف الغير مناسبة يبقى اكيد الاجابة جيم الشكل بقى المقابل وده سؤال ياريت بعد اذنكو يا حضرات طلبة وطلاب السنوات العامة انت يا ابني اللي ناي من عدل وامسك ورقتك وقلمك وركز في السؤال ده كويس جدا لانه سؤال جديد يوضح الشكل المقابل عدد المجموعات الصغيرة لكلا من الفرض الابا والسين وصد والافراد الناتجة عن عملية التكاثر لهم اي البدائل التالية صحيح بص يا ابني هنا سين طلعت اتنين كل منهما اتنين نون وصد طلعت اتنين واحد نون والتاني اتنين نون تعال نشوف بقى هو عايز ايه سين انسى نحل العسل صاد انسى حشرة المن سين انسى نحل العسل صاد انسى الضفاضع سين انسى حشرة المن صاد فطر عفن الخبز سين انسى حشرة المن صاد انسى نحل العسل ته سؤال بيرميك في وادي وانت تفكر فوادي تاني هو عايز حاجة غير اللي انت هتفكر فيه انا عايز اجابة ادماغك اكتبها محددة هو بيسأل هنا ارجع لرأس السؤال بيوضع عدد المجموعات الصبغال وكل من الفرض الابو سين وصاد يعني سين وصاد كل من هما اتنين نون سين لو بصيت حضرتك ان هي طلعت فرضين كل من هما اتنين نون ده يمشي مع حشرة المن حشرة المن ايوة ايوة انا عارفك هتقول بتنتج نوعين من البيض بيض بالانقسام الميتوزي وبيض بالانقسام الميوزي لكن البيض بتاع الانقسام الميوزي بيكون نون بيخصب بيدي زكوره ايناس اتنين نون طب والبيض اللي بتكون بالانقسام الميتوزي بيكون اتنين نون من بدايته بينمو بالتولد البكري يدي افراد اتنين نون يبقى كل الافراد الناتجة من حشرة المن بتكون سنقية المجمعة الصغيرة اتنين نون يبقى كده سين حشرة المن صاد بقى نحل العسل نحن العسل يا دكتور الأنسة بتاعت نحن العسل اللي هي الملكة بتضع بضب الانقسام الميوزي بيكون أحد المجموعة الصبغية البضو أحد المجموعة الصبغية ده يا دكتور إن هو له احتمالين قد يخصب أو لا يخصب إذا خصب بينتج عنه إناس ملكات أو شغلات بتكون ثنائية المجموعة الصبغية فدي اتنين نون طب إذا لم يخصب بينتج زكور أحدة المجموعة الصبغية بالتوالد البكري فبتكون نون يبقى أكيد صاب نون وده سؤال جديد فتكون الإجابة عن ددال تمام؟ تعال نشوف سؤال برضو من الأسئلة بتاعة الـ RNA الشكل التالي يمثل عملية تخليق البروتين حدث تغير في الـ RNA بحيث أصبح الكودون سين مناسبة لـ RNA رقم اثنين بدلا من واحد وبالتالي فإن ذلك يؤدي إيلا يتوقف بناء البروتين تنفصل تحته حدتين ريبوسوم جيم تحدث طفرة نتيجة تكون بروتين مختلف لا تحدث طفرة بص كويس من واحد ومن اثنين عندك واحد ارتبط بكودون على سين هنا مضاد الكودون بتاعة الـ RNA بص كويس هتلاقيه حامل حمض أميني اسمه ليسين الـ YUUU عندك في اثنين بقى UUC حامل نفس الحمض الأميني يبقى رغم أن حدثت طفرة بس الطفرة دلت على نفس الحمض الأميني يبقى يتغير نوع البروتين لا طبعا يا شباب يبقى ده ممكن سؤال يقول لك قد تحدث الطفرة ولا أن تجعلنا تغير في نوع البروتين إذا الطفرة دي دلت على نفس كوانة كودون جديد يدل على نفس الحمض الأميني لأن الأحمض الأميني لا أكثر من كودون يبقى أكيد الإجابة لا تحدث طفرة لعدم تغير البروتين البروتين هي الطفرة حصلت تغير بس ما ترطبش عنه أي تغير ظهر على الفرض لأن كوانة نفس البروتين تمام التتابع التالي لأحد شرطي جين إدرسه ثم أجب عن السؤال ما عدد مجموعات الفوسفات سنائية النيوكلوتيت في هذا الشريط وفي اللولة بالمزدوة السؤال بقى عشان تجاوب على السؤال هو يعني إيه؟ فوسفات سنائية النيوكلوتيت ما أنت عارف أن الشريط الدين يكون عندي فيه فوسفات حر وفيه فوسفات مرتبط فلما قل لك فوسفات سنائية النيوكلوتيت يعني فوسفات مرتبط بس بدون الفوسفات الحر يعني عارفين أن عدد مجموعات الفوسفات بيساوي عدد النيوكلوتيتدات لأن كل النيوكلوتيت فيها سكر خماسي فيها مجموعة فوسفات فيها قاعدة نيتروجينية يبقى عدد النيوكلتيدات بتساو عدد جزئات السكر بتساو عدد مجموعات الفوسفات بتساو عدد القاعد النيتروجيني هنا يا شباب نعدي بقى عدي كده معي الشريط اللي قدامك هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 كدونات في 3 لأن كل كدون 3 نيوكلتيدات يبقى 3 في 7 بـ 21 يبقى عدد مجموعات الفوسفات المرتبطة كام؟ هم عدد مجموعات الفوسفات الكلية 21 لأنه عند 21 نيوكلتيدة يبقى عدد مجموعات الفوسفات المرتبطة هشيل واحدة منها حرة يبقى عندي 20 طيب ده في الشريط المفرد سألك بقى وفي اللولة بالمزدوج اللولة بالمزدوج يعني أنا أجيب المكمل لده يبقى 21 و21 أصبح الديني في 42 يوكلتيدة بس اللولة بالمزدوج في مجموعاتان فوسفات حرة يبقى هطرح منه 2 يبقى 42 هشيل منه 2 يبقى 40 تبقى الإجابة عندي بقى برافو عليكو شطار يا شباب ناخد سؤال جديد مواجه الشباب بين العملات البيولوجية الثلاثة التضاعف النسخ الترجمة ومديني إكس تتم العملات الثلاثة في الفيروسات كل الفيروسات هو التضاعف ده فين في الني قليل كلام في المطلق ففي بعض الفيروسات لا ينطبق على عملية التضاعف لكن عندها نسخة وترجمة يبقى استبعد دي بقى تتم العمليات التلاتة في الصيتو بلازم دائما ازاي يا مستر تتم العمليات التلاتة في الصيتو بلازم دائما ده التضاعف ده في حقيقات النواة بيتم في الدي ان ايه بيتم ااسف في النواة وفي اولات النواة بيتم في الصيتو بلازم يبقى مش شرط ان يكون في الصيتو بلازم دائما لان فيه حقيقات نواة وهو محددش يمديني السؤال مفتوح حيوما هي بس تبعد بقى تعتمد العملات السلاسة على التكامل بين القواعد تمشي لأن عملية طيب واحد ولت تبه الترجمة تكامل بين القواعد ما أنا قيل لك إن الترجمة بيجي التياهر إني إيه في عنده موقع مضاد للكدون بتتكامل قواعد مضاد للكدون التياهر إني إيه مع كدونات الموجودة على الشريط الـ ويبقى فيها تكامل والنسخ فيه تكامل والتضاعف فيه تكامل تتم العملات الثلاتة في النواة gdzie resentment هو في فصيته بلازمة وأكيد الإجابة اللي عند الصح يجيه شفت أنا بفكر معاك نمشي كده ونفكر مش بنجيب الإجابة خبط لازم ولا بالبركة ولا بالحظ أي نعم الإخطر من متعدد فيه حظ بس مش دايما الحظ بيصيب أنا عايز أن أنت تفكر عشان توصل أبطال السنوية أنتو نمتوا مني ولا إيه صح صح يا ابن أنت وهو ادرس الشكلين المقابلين سؤال جديد ثم استنتج من المادة سين عندي خلايا مصابة فيروس خلايا سليمة وعندي المادة سين مين بقى اللي انتقلت من المادة سين راحت للخلايا السليمة أكيد أنت قلته بسرعة يا مستر دي الإنترفيرونات بتفرزها الخلايا المصابة تروح للخلايا السليمة حتى تحد من التكاثر وانتشار الفيروسات هنا بقى سؤال أي المواد التالية يعتبرها الجهاز المناعي غريب عن الجسم الإنترفيرونات المستضدات الجلبيولينات المناعية المستقبلات أكيد المستضدات اللي هي الأنتجينات المخطط المقابل يعبر عن آلية التكاثر أنا بأكد على السؤال اللي أنا قلته قبل كده في أول الحلقة قلتلك هنا بقى بيعبر عن إيه شوف بقى هنا حاجة 2 نون كائن 2 نون ادى بويضتين بويضة 2 نون وبيضة نون اللي 2 نون نمت بالتكاثر اللي جنسي ادتني فرض 2 نون والبويضة نون تكاثر جنسي وادت فرض 2 نون يبقى اكيد انتو تأكيدا للمعنى ان ده هتكون حشرة مين المن يا مصدر بتضع بيض بالانقسام الميتوزي ينمو بالتولد البكر الافراد صنقية المجموعة الصبغية من بدايتها وبتكون كلها ايناس لكن عندي بقى فنون بيض بالانقسام الميوزي ده بيتكسر جنسي وده بينتج عنه ذكور واناس يبقى الاجابة عندي ده الانصى حشرة المن كده اكدنا عليك سؤال بقى مقالي الاشكال المقابلة توضح احدى اليات عمل الاجسام المضاد ماذا تمثل هذه الالية بص كده ده اجسام مضادة مرتبطة بحاجة مسكاها ده عاملة زي ايه ده طريقة مين الترسيب ان الانتجينات لما بتكون زي ايه ما بيجي اكثر جسم مضاد من هنا وجسم مضاد من هنا ويضموا على بعض يعملوا راسب الراسب ده يسهل على الخلالة البلعمية ابتلاعه يبقى ماذا تمثل هذه الالية يبقى اكيد هنقول الترسيب طي في اي حالة يمكن ان تحدث هذه الحالة دي تحدث اذا كانت الانتجينات مين زائبة ماذا تمثل خلال مشارئ لها باكس خلية بلعمية ده اسئلة مقالية بالنظام الجديد اخر سؤال بقى معانا الاشكال التلات وضح انواع وطرق التكاثر تحلب الاسبير وجايرة مديني ثلاث اشكال سين صاد عين اي مما يوضح ترتيب الاشكال تصاعدية من حيث التنوع الوراسي بص كده سين ده ايه سين ده تحلب الاسبير وجايرة بيتكاثر لجنسي بالتقطع وده في الظروف المناسبة طيب تكاثر لجنسي وبقى فيه تنوع وراسي ما فيش فيه تنوع وراسي لانه بيعتمد على انقسام الميتوزي عين بقى ايه عين ده اقتران جانبي وساط ده اقتران سلامي من الاكثر تنوع وراسي الاقتران الجانبي او الاقتران السلامي اكيد الاقتران السلامي يبقى اللي يكون الترتيب التصاعد من الاقل رقيا الى الاكثر او الاقل تنوع الى الاكثر تنوع فتكون الاجابة عندي ألف بالإجابة الصحيح حبيبي وأبناء طلاب السنوية العامة شفتوا مع بعض مجموعة من الأسئلة عرضناها عليكم بنضور بيها على المنهج كله الغرض منها أن نحن نضرب دماغك على أفكار أن نحن نستبعد ومرة نحلل الرسومات البيانية علشان تعرف تحل الموضوع بسيط وسهل وإن شاء الله امتحان السنة دي هيكون امتحان في المتناول تقدر تصل إليه بنفسك بس ركز وحلل كل الاختيارات ورأس السؤال لازم تقرأه مرة واثنين وثلاثة في النهاية كان معكم مستر محمد المصري شكرا لمتابعتكم جريدة اليوم السابع شكرا للاستخدم